أبناء وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول السنوي الأعزاء أهلا بكم ولقاء متجدد مع سر التفوق اليوم حلقة ممتعة اليوم ننتهي تماما من منهج الفصل الدراسي الأول في كافة فروع المادة أو مادة اللغة العربية ننتهي من شرح الفصلين السابع والسامن من قصة أبو الفوارس عن طرى ويتبقى لنا شيء هام ألا وهو مراجعة القواعد النحوية للصف الأول السنوي للفصل الدراسي الأول في الحلقة الماضية رجعنا منهج البلاغة وكانت حلقة رائعة وممتعة وساعدته بتجاوبكم ونسبة مشاهدة الحلقة على التلفاز أو على الإنترنت وإن شاء الله النهاردة بوعدكم أن تكون حلقة جميلة حلقة سرية غنية بكم وبتواصلكم وبتفاعلكم معايا نبدأ حلقتنا ونعمل حسابنا أن بعد عشر دقايب كتير قوي هنحاول نجاهز بقى مع بعض ورقنا أو نجاهز الكاميرا بتاعتنا عشان نبدأ نصور اللوحات لأن احنا نعمل النحو كله مراجعة على صورة لوحات زي مراجعة البلاغة عشان يبقى عندنا مرجع أو يبقى عندنا داتا أو يبقى عندنا مكتبة للقواعد النحوية على هيئة لحوات اللوحات تبقى العملية سهلة وبسيطة نبص كده مع بعضينا أول حاجة أبو الفوارس عنطرة الفصل السابع طبعا الفصل السابع بعنوان انتصار آخر حاجة عرفناها في الفصل السادس عرفنا إيه عرفنا أن عنطرة بن شداد صعب إليه أبوه وقام بإقناعه بعد محاولات مستميتة بأن ينزل ليساعد قومه في المعركة ولكن عنطرة أخذ يأبا حتى استطاع أن أبوه أن يقنعه في النهاية ووفق وعنطرة ونزل على المعركة ولكن عندما نزل العنطرة كانت المعركة تلفز أنفاسها الأخيرة المعركة تلفز أنفاسها الأخيرة تنتهي لماذا؟ لأن العبسيين ترى جعوا استسلاموا وأحسوا باليأس عنطرة قبل أن يبدأ المعركة ذهب أولا للإتمئنان على عبلة فوجد بيتها مهدما وأساسه مبعصرا بعد فرسان طيق يتركون القتال ليجمعوا الغنائم ويزبون النساء طبعا هي دي هو ده النصر الحقيقي في المعاركة عند العرب زمان هو السبيل النساء فبالتالي عنطرة هوى على مقاتل طيق كالصخرة المنحدرة يطعنهم ويضربهم الحماسة تدب في قلوب العبسيين بعد سماعهم لصيحة عنطرة ويعودون للمعركة ليقاتلوا بجانبه عادت المعركة مرة أخرى متكافئة ولكن ليست متكافئة فقط بل قوية تأريح العبسيين والطائيون يفرون تاريكين ما سلبوه من غنائم عنطرة عادة وقادة واستعادة النصر مرة أخرى عنطرة يبحث بين النساء عن عبلة خلاص انتهت المعركة وفر الطائيون فروا يمينا ويسارا وعنطرة على الفور خلاص شغله اشتغل البحث عن عبلة عنطرة لم ينزل إلى المعركة إلا من أجل عبلة هيقول لي طالب الله إزاي ده هو نزل بعد أبوه ما اعترف به ما هو عنطرة كان يبحث عن الاعتراف اعتراف أبيه به من أجل مين من أجل عبلة يبحث بين النساء المختبئات في شعاب الجبال ويسأل كل منهن أفيكم أحد من آلة كراد فترد عليه مروة وتخبره بأنها هنا فعنطرة يقول لها أهلا بك يا مروة كيف حالك وحال أمك ولكن عبلة أو مروة لا تنتظر حتى يسألها عنطرة عن عبلة أخبرته على الفور بأن عبلة كتخطفت جن عنطرة وطار عقله عنطرة يتجه لبلاد طيء بحثا عن عبلة ومش رايح بلاد طيء ورايح في الطريق المؤدي إلى بلاد طيء لعله يجد عبلة أو يلحق الفرسان الذين خطفوها عنطرة يسمع صرخة استغاسة فيجد عن يصاره امرأة عجوز تستنجد به وتسير عجبه وغطبه طبعا في هذا الوقت الضيق لا يستطيع عنطرة أن يذهب لينجد أحد ولكنها امرأة لم يكن عنطرة ليترك امرأة وحيدة في الصحراء طب كيف أصرت هذه المرأة عجبه وكيف أصرت غضبه أصرت عجبه عندما وجدها عنطرة وحيدة في هذا المكان القفر إزاي يعني إيه اللي جابها في المكان دو كما أنها كانت تتحرك كما لو كانت فتى النشيد وأصرت غضبه عندما اقترب منها وسألها أبيك شر يا امرأة فضحقت فغضب منها عنطرة ولكنه اتضح من ضحقة هذه المرأة أنها ما هي إلا أخوه شايبوب متنكر في زي النساء شايبوب يروي قصته لعنطرة قصة اختطاف عبلة مكانها ويخبره بأن اللصوص وقفوا ليستريحوا عند بئر الربابية يسرع عنطرة لإنقاذ عبلة فيقتل فارسا ويفروا منه سنان بعد أن جرح جراحا عميقة عنطرة يعود مع عبلة ومع شايبوب للقبيلة لتكتمل فرحة الانتصار القبيلة كانت حزينة لأن لم يعكر صفه الانتصار سوى أن عبلة قد خطفت كان هذا هو الفصل السابع انتقلنا إلى الفصل السامن اللي هو يعتبر آخر فصل في منهجنا بعنوان علاقة قلقة طبعا الأحداث الوردة في أهمها أن ملك عبس يسمع بخداع الطائين له وهجومهم أو وهجومهم على القبيلة وتجميلها يعني إيه الكلام ده نعرفين أن ملك عبس خرج منذ أيام ليقاتل قبيلة طيء ويهجم عليهم في قبيلتهم ولكن قبيلة طيء خدعته وجاءت من طريق آخر حتى يصل الخبر إلى زهير بن جزيمة ستكون في المعركة أحوال كثيرة طب ننتظر التليفون ونرد بعد ذلك أو نجيب بعد ذلك سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا مين من أسيوت عشان ما سمعتش الاسم كويس عصام مين عصام من أسيوت عصام إزاك عصام أمور يا حبيب معلش بعد ذلك ما حدثتك عندي سؤالين كراءة سؤالين كراءة ماشي اتفضل قول ونشوف حلقتنا ونجاوب عليهم اتفضل كيف كان ماشي قول كيف كان حاسم يرى دور العلم في منع الأذى يرى يرى دور العلم في منع الأذى في منع الأذى ماشي لماذا وصلتني ماشي لماذا صنف الكاتب المجتمعات العربية صنف صنف الكاتب ماشي المجتمعات العربية الرفيعة ديموغرافية العربية الرديعة الرفيعة ديموغرافية هي الرديعة مش الرفيعة ديموغرافيا ديموغرافيا طيب بص يا عصام السؤال التاني ده أولا مش علينا في المنهج السؤال التاني تم حسفه من الايه من المنهج يعني ده هنعمل عليه كده لماذا لان السؤال التاني ده وتتلغى هو كان بيتكلم على ان 43% من سكان الوطن العربي من عظمهم من الايه من الشباب يعني عايز يقول ان الشباب عليهم دور كبير في الفترة اللي ايه اللي جاي فاحنا السؤال ده مش علينا خلاص ده على الجزء ده كان موجود في المنهج من ايه؟ من فتر تمام؟ طيب السؤال اللي فوق ده انت جايبه من كتاب المدرسة؟ لا جايبه من مصدر خارجي نهو من مصدر خارجي مصدر خارجي ده ايا كان جاي في امتحانات ولا مجرد؟ ايه في امتحانات امتحانات في المحافظات ماشي هو عموما بالنسبة لحاتم احنا يعني لم يذكر حتة دور العلم لان في الفترة دي ما كانش بيقوله ان حاتم كان بيتعلم ولا كان بيذهب لمدرسة ولا جامعة ولكن احنا عارفين ان حاتم الحتة اللي ذكرت في حتة منع الازى ديت ان هو كان عن طرق او كان بيتعامه او كان بيتغاضى عن ان هو يسمع الازى بتاعه ويسمع شتمته او سبه بنفسه ولكن كان لا يرد استبقاء لودهم يبقى كان يغفر زلات اصحابه واصدقائه وقومه استبقاء لودهم يعني هو كان بيمنع ازاهم بايه؟ بان هو يغفر لهم اخطاءهم ولا يعيروها اي انتباه وكثيرا ما سقت اذنه كلمات فيها ازاء له وكان لا يستمع اليه وكأنه لم يسمعها عشان خاطر ايه ما يردش عليهم ويردوا عليه فهو ممكن نقول احنا الحتة دي نقول عليه ان هو كان ايه يغفر زلات قومه استبقاء لودهم طيب معانيش يا اصحاب ممكن تعملون حلقات مراجعة يوم ثلاث عربي عشان هنمتحن يوم اربع عربي طيب هو انا عايز بس اقولك على حاجة يا اصحاب انا طبعا مجبر بالخريطة بتاعة القناة وموعيد القناة انا ان شاء الله انا رجعت بلغها في الحلقة الماضية النهاردة هرجع النحو كله ان شاء الله النهاردة وعطاك الدول كانوا اهم فرعين بيهموا ايه الطلبة وبعد كده ان شاء الله في الحلقات الجاه تبقى كلها مراجعة ان شاء الله ساعة ميجي الدور عليها نحن ناخد عربي تاني اصحاب نحن ننتحن يوم الاربع ان شاء الله ننتحن عربي طب ان شاء الله باذن الله تتدبر وان شاء الله تتحل العملية دي باذن الله تابعنا بس على النهاردة وتابعنا على صفحة البرنامج سر التفوق قولة سنوي أي سؤال عندك اكتبهولي وان شاء الله هجاوبلك عليه بإذن الله شكرا يا عصام من اتصالك وتابعنا لآخر الحلقة طيب أهم الأحداث قلنا الوردة تكلمنا عن أن ملك عبسي بيسمع بخداع الطائيين له وهجومهم على القبيلة وتدميرها خلاص على ما الخبر ما يجيله هيبدأ يتحرك طبعا الكلام ده هياخد مسيرة أيام يعني هتكون المعركة انتهت فعلى الفور هنا إيه اللي حصل نشوف كده مع بعض على الشاشة فيعودوا بالجيش لعله يلقى الطائيين فينتقم منهم أو يقتل فيتخلص من عاري الهزيمة ده اللي عملوا ملك عبس طيب زهير لا يقابل العبسيين هنا تفاجئ ملك عبس اللي هو زهير بن جزيمة بأنه لا يجد العبسيين في طريقه فاعتقد أنهم خدعوه ثانية اعتقد أن العبسيين عملوا خدعوه زي المرة الأولى طب إيه اللي حصل رايح القبيلة ومتوقع أن يجد فيها الحزن والانكسار ولكنه وجد فرحة النصر والانتصار ووجد شداد يستقبله والقبيلة تحتفل بالنصر ويقول له شداد اعترافا بعنطرة إن كان في حياتنا بقية فالفضل لعنطرة ابن شداد وكان ذلك بمثابة اعتراف صريح من شداد بابنه عنطرة الدنيا تغيرت تغيرت الأحوال بعد اعتراف شداد بعنطرة لم يعد عنطرة شخصا منبوزا ولم يعد عنطرة عبدا بل أصبح حرا وكالعادة في هذه المجتمعات الطبقية هذه المجتمعات التي يوجد بها تفرقة جنسية على أساس اللون والجنس والدين وغير ذلك حدثت تغيرات كثيرة تغيرت الحياة أعمدأ السادة يصافحون عنطرة معترفين بفضله عليهم الذي ستظل القبيلة تذكره إلى آخر العمر بعد ذلك هتف الشباب باسم عنطرة الجديد وتغنت الفتيات بشعره خلاص أصبح اسمه عنطرة ابن شداد بدلا من أن كان يقال له عبد شداد هذا تكريم أن يقال له عبد شداد ولكن كان سخرية وإهانة يقال له ابن ذبيبة طيب تغير حياة عنطرة ما زلنا مستمرين لم يستطع مالك وابنه عمر أن يمنع عنطرة من التحدث مع ابنة عمه من عبلة تبو عمارة اللي هو خطيب عبلة لا يستطيع الاعتراض عندما يشاهد عبلة مع ابن عمها طيب بعد ذلك هتحصل تغيرات تانية أخذ عمت الناس يقولون يقولون إباها نقول إن شاء الله بعد الفاصل أبناء الأعزاء فاصل قصير ونعود إليكم انتظرونا أبناء لكم أبناء الأعزاء كنا نتحدث عن ردود الأفعال وتغير الأحوال بعد اعتراف شداد بعنطرة ابنا له أخذ عمت الناس يقولون يجب أن يترك عمارة الفتاة لعنطرة الذي أحبها وهتف باسمها في شعره وأنقذها من الأسر ده ممكن يجيلك كسؤال يقولك ما رأي العم بعد اعتراف شداد بعنطرة أو ماذا قال العم هنقوله كده أخذوا يقولون يجب أن يترك عمارة الفتاة لعنطرة الذي أحبها وهتف باسمها في شعره إلى آخر الكلام طيب نشوف بعد كده التغيرات في تغيرات كتيرة كل يوم تقام الاحتفالات تكريما لمين؟ لعنطرة حوار بين عنطرة وعبلة في طريق العودة للبيت خلاص وبيحة لعنطرة ما لم يباح له من قبل عنطرة يقوم بتوصيل عبلة إلى بيتها في الطريق طبعا لن يعترض أحد فهو يسير مع ابنة عمه في الطريق كان يصف لها مغازيه يحدثها عن شايبوب ونوادر حياله فتضحق عبلة لذلك كل الحوارات اللي كانت عن شايبوب حتى شايبوب لما صوروا في الأفلام في السينما المصرية ما عملت فيلم عنطرة ابن شداد كنا بنشوفه شخصية مرحة وكل حكاياته تضحك من يسمعها طيب عنطرة بيسأل طب احنا نسأل بقى نشوف روايدة ولا هويدة من إسماعيلية سلام عليكم روايدة ولا هويدة روايدة روايدة أهلا بك يا روايدة بس روايدة روايدة علينا طيب أمرين يا روايدة إبنس الفيسر قالي بقلي دع علامة صح أرامة لابنة صحيحة وعلامة لابنة خاطئة ماشي حمل عنطرة نفسي على البقاء في الوايد كارتران تمام ماشي بس مش هيقدر يقولها ليه عشان خاطرها تزود وزنه صح بالظبط عشق المواطن للحلويات هو بالظبط عشق عنطرة لخوض المعارك فحمل نفسه قصرا لماذا تشفيا من قومه الذين يزدرونه وينكرونه ولا يزيلون عنه زل وعار العبودين طيب يعني معناك ده الإجابة دي صح الإجابة صحيحة طبعا طيب بيقولي في سؤال تاني اللي هو أجد ده رحوار بين شباد وعنطرة وتولى لكل من هما دوافعه وابش ذلك فأني جزء فأني فاصل سؤال عام بشكل عام ولا في سؤال نزوله للمعركة نزوله للمعركة نزوله للمعركة دلاتي عنطرة كان دوافعه ماشي اللي هو يعتبر شداد بظلوماته بص لا بص كل واحد ليه دوافعه يعني ايه يعني هنا في المبررات هنا إذن شداد بيرى أن عنطرة يجب أن ينزل إلى المعركة ليحمي قومه ويحمي الحمى ويحمي نساء أبيه وأعمامه ويحمي قومه الذين يسرعون عنطرة كان شايف غير كده خالص عنطرة شايف أنه ليس له قوم وأن أباه لم يعترف به فليس له أب وليس له حرومات وما هو إلا عبد والعبد لا يصح أبيه أن يحارب في المعارك فلا يحارب إلا الحر كما عنطرة كان له وجهة نظر صائبة إيه هي بقى وجهة مقنعة أوي إذا انتهت المعركة وهزمت قبيلة عبس لن يخسر عنطرة شيئا لماذا؟ هو النهاردة عبد عند عبس بيرعى إبل شداد غدا سيرعى إبل إيه طي تمام يا رواي ماشي يعني كده أصلا عنطرة إنه همر هوش أي رواي فيه ما فيش أي مبرر اللي نزوله للمعركة لأنه عبد والعبد لا يشترك في الحروب الحروب للأحرار فقط نفسي سؤالة مستدر يقولي حوار شداد وعنطرة أيهما كان أقوى حجة عنطرة كان أقوى حجة من شيء أنه هو طبعا هو عبد يعني ليس لهم أي حاجة لا بصي لا بصي عنطرة كان أقوى حجة زي ما أنت قلت لأنه عبد ولا يشترك العبد في الحروب فيجب أن يذهب شداد إلى الأحرار والحاجة الثانية أن نتيجة المعركة لا تهم عنطرة ولن تغير من مجرى حياته شايدا تمام كيف طبعا 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 ساعدت باتصالك ونسعد باتصالك في الحلقات القادمة إن شاء الله طيب طبعا يعني هنا عنطرة يسأل عبلة في الطريق بقى بيسأل عبلة عن حقيقة ما يقوله الناس عنها وعبلة تراوغه عنطرة يطلب من عبلة كلمة ترديه فتقول له أنت ابن عمي خلاص عبلة حسمت الموضوع عبلة قالت لعنطرة أنت ابن عمي خلاص يعني الصلة اللي بيننا صلة قرابة فعنطرة بيغضب ويخبر عبلة أنها لا تعجب إلا بشعره وحديثه فإن هو من الفتى الوسيم عمارة بن زايد يعني بيخبرها أنه مدرك الحقيقة وعرف أنه عندما ينظر إلى صفحة الماء لا يرى إلا سواد وجهه أما عمارة فهو الفتى الوسيم الفتى الكريم الوهاب عنطرة بيتهم عبلة ويهينوها اتهمها بأن عمارة خطبها وهي راضية لماذا بص ده وفعه بقى وشايف إن هي راضية بالخطوبة لأن أباها أقام له وليمة أبو ماله دي ما تخصش عبلة الجزء اللي جاي دوت كأنه ملك وكانت تخدمه وتحس الإماء على خدمته يعني عبلة كانت موافقة بتطلب من الإماء إن هم يبلغون في إقرام من عمارة ده من وجهة نظر عنطرة يا جماعة عشان ما حدش يسبق الأحداث ويقول كده إن عبلة راضية بخطبة إيه عمارة ويحرق لنفسه على نفسه القصة ويقول إن مثلا إيه إن عنطرة في آخر القصة لن يتزوج إيه عبلة عندما أغبرته بأنها لا تملك الرفض ماذا حدث أو القبول قال لها أنك ستذهبين لبيت عمارة كما تذهب الأمى لبيت سيدها لأن قالت له ما أنا إلا فتاة في بيت أبيها هو ده على فكرة البنات المؤدبة كده الفتاة المهزبات لا تتحدث في هذه الشؤون سألها خطبك من أبوك ويقولون أنك راضية قالت ما أنا إلا فتاة في بيت أبيها يعني أنا مش هتكلم وأبويا إيه موجود هذا لا يدل على رضا عبلة إطلاقا لأن الزمن دوت غير الزمن اللي إحنا فيه دلوقتي فقال لها ستذهبين كما تذهب الأمى لبيت سيدها يعني أنت رايحة خادمة راح تخدمي مش راح تتزوجي وهنا بقى صارت عبلة ووضعت يدها على كل جروح عنطرة وقالت له وهي ترد الإهانة كف لسانك يا عنطرة إنما الأمة غيري قال عنطرة في غيز نعم الأمة غيرك يا عبلة إنها زبيب أمي وأنا العبد بن زبيب الذي يسلي وقت فراغك وهدد عبلة إذن زوجك ابن زياد الذي تردينه ويرضاه أبوك فاعلمي يا عبلة أن ابن زياد لن يكترب منك فأنت لي أنا أنا الذي أحببتك ولا أستطيع أن أحيا بدونك فاذكر يا عبلة قولي سوف أبعث ليلة زفافك لك برأس هذا الفتى الوسيم سأبعث لك بهدية ستظل العرب تتحدث عنها طول العمر وهنا وقف عنطرة يحاول أن أن يطلب من عبلة أن تغفر له أخطأ ولكن خلاص عايز يستغفر عايز يطلب منها أنها تسمحه ولكن عبلة اتجهت إلى خيمتها نافرة باكية واتجه عنطرة عائدا للصحراء لا يدري أين يذهب وهنا أغلق على عنطرة الباب وكتب عليه إلى اللقاء في الجزء الثاني في الفصل الدراسي الثاني بإذن الله تعالى وده كان آخر جزء من منهج الفصل الدراسي الثاني ومش عايز أضيع وقت كتير عايز أدخل على طول على مراجعة القواعد النحوية بس قبل ما راجع مراجعة القواعد النحوية عايز أقول كلمة بسيطة لأبنائي بس بعد ما رد على عبد الرحمن من أسيوت سلام عليكم عبد الرحمن وعليكم السلام هو أسيوت النهاردة اللي الصلاة كلها جاي منها ما شاء الله اتفضل يا عبد الرحمن مش كنت عايز من حضرتك حاجة قول يا حبيب عايزك تراجع لنا البدل وعايز من نوع من الصرف طيب ممكن تسمح لي الأول أراجع المنهج وعندي وقت أراجع الحاجات ديت على أساس أنت فاهم الأولوية للمنك صح أو لا لكن أوعدك إن شاء الله عندي وقت هحاول رجعلك الحاجات دي سريع بإذن الله عبد الرحمن ماشي عبد الرحمن شكرا طب يعني بقى نبدأ حلقات عايز أقول لأبنائي محدش يزعل مننا في أن احنا مش بنقدر نلبي كل الطلبات لأسباب أولا القناة لها مواعيد وفي جدول للحلقات وإحنا ما بنشتغلش على محافظة القاهرة وعلى محافظة الفيوم وعلى محافظة الأسيوت البرنامج موجه لكل محافظات مصر وبالتالي لازم إن إحنا ما نقدرش إن إحنا نقول بكرة في جدول المنوفية هنعمل حلقة بكرة في جدول الفيوم هنعمل حلقة ما ينفعش في جدول للبرنامج ولكن أنت تلاحظ إن أنا في كل حلقة بعد كل حاجة بشرحها بعمل تدريب وبعمل مراقعات يعني النهاردة هراجع منهج النحو كله إن شاء الله يبقى هنحاول بقدر الإمكاننا التزم بمواعيد حلقاتنا واللي ظروفه هتغدمه في إن حلقة المراجعة هتكون قبل الامتحان بتاعه يبقى حظه كده وإحنا مش هنتدخل في أي حاجة طيب أول حاجة بقى عندي في المراجعة كده نبص إحنا المفروض إننا عندنا كلهم خمس دروس الدرس الأول الأفعال النقصة والأفعال التامة طيب الأفعال النقصة أنا عايز أحفظهم بطريقة سهلة هقولك الأفعال النقصة هي كان أصبحت طبعا الإقاع هيبقى سريع شوية لإن أنا بلاجع مش بشرح من الأول وبعدين أضحى ظلة وصار أمسة واباتة طيب ليه أنا جبت السبعة دولة في اتجاه لوحده وتحت سهم لوحده هقول عشان الأفعال دي بيعمل منها الماضي والمضارع والأمر يعني ممكن ألاقي كان يكونه كن سواء جي الماضي جي المضارع جي الأمر شغال معايا طيب ودوت إيه بقى ده ليس ومدامة دي أفعال جامدة يعني لا يعمل منها سوى الصيغة اللي أنت شايفها مش هتلاقي ليس دي بصيغة أخرى مش هتلاقي مدامة بصيغة ايه أخرى ولو جات غير كده يبقى في الحالة دي ليست من الأفعال التي نحن نتحدث ايه عنها بعد كده هلاقي عندي مازالة مفاتئة مبارحة منفكة أفعال لاستمرار وكلهم بمعنى مازالة ودول بيعمل منهم الماضي والمضارع طيب الأفعال دي ايه الأفعال دي أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الإسمية تعمل ايه ترفع المبتدأ ويسمى اسمها تبتعمل ايه في الخبر بتنسب الخبر ويسمى ايه خبرة خلاص احنا عرفناها يبقى دي أفعال ناقصة ناسخة سميت ناقصة لأنها تحتاج إلى خبر وناسخة لأنها تنسخ الجملة الايه الاسمية طيب نشوف الجزء المتبقي كده مع مصطفى من ايه من ايه سلام عليكم يا مصطفى عليكم السلام ازاك يا مصطفى ازاك يا حبيبي عامل ايه الحمد لله اتفضل مش عارف كله بيسأل في القصة ليه مع ان المفروض موجودة واجابتها معانا اتفضل يا مصطفى اقول دلل على صحة العبارة ماشي كانت تقاليد العربية سببا في مأساة عنطرة طبعا دي سهلة وانت اللي هتجاوبها يا مصطفى قبل ما تشتغل معايا في الحلقة هنا التقاليد العربية خلت ان عنطرة يبقى ايه في نظر الناس العبد العبد ليه لان امه زبيبة اما فبالتالي لا يصح رغم ان ابوه من الايه من الاحرار هنا التقاليد العربية اعتبرت ان اعتراف شدت بعانطرة عارا وزلا فبالتالي ده كان سبب لمأساة عنطرة اللي احنا عايشينها معاه كما لو كان عنطرة صديقا لنا تمام يا مصطفى شكرا لكم تابعنا لاخر الحلقة يبقى الافعال الناقصة والافعال التمة خلاص هنبدأ نقول كده هنا انا عرفت خلاص ان الافعال دي تبقى نقصة ليه سموها نقصة هشرح الحتة دي سموها نقصة عشان خاطر بتحتاج لخبر يتم من معناه اذا يا استاذ لو هي مش بيحتاجها الخبر تبقى تمه اه طيب وسموها افعالنا سيخة لانها تنسخ الجملة الاسم ايه خلت المبتدأ اللي كان اسمه مبتدأ خلته اسمه ايه خبر خلته اسمه اسم иيه اسم عفوا اسم كان وخلت الخبر اللي كان اسمه خبر المبتدأ بقى اسمه خبر ايه كان نشوف الأمثلة دي عشان نفرق بين كانت تمة وكانت ناقصة بصوا لما أقول في المثال ده صار الطالب يزاكر فكان النجاح الفعل هنا ايه صارة مين اللي صارة الطالب صار الطالب ايه يزاكر اه في خبر هنا يبقى صارة دي على الفور هتبقى فعل ايه شباب فعل ناقص ليه ناقص لانها ما تمش معناها من غير الخبر فكان النجاح مين اللي كان النجاح يعني تمة حدثة وقعة يبقى كانها هتبقى ايه تمة عرفت ازاي بفرق بين الفعل النقص والتم ببساطة صارة لنا قصة عشان ليها خبر اللي هو يزاكر طب فين مرفوعها مرفوعها الطالب وهيتعير بايه اسم صارة مرفوع بالدم طب ان كان هنا كان فين ليه سمتها تمة لان هنا اكتفت بمرفوعها اللي هو مين اللي هو النجاح وهيوع ربق فاعل طب نشوف المثال ده ظل الطالب يزاكر حتى اصبح الصبح بالضبط كده انا سامع طالب رفع ايده وعمال يقول انا انا عايز اجاوب علي دي اتفضل جاوب فقال لي ان ظل هنا من اللي ظل الطالب ظل ايه يزاكر يبقى ظل دي فعل ناقص لان برضو ليها خبر حتى اصبح الصبح يعني طلع الصبح فطالب تاني ام قالش معنى الا وامقيل ان ايه اصبح هنا تمة لان كلمة الصبح هتعرض فاعل وما فيش خبر كده عارفنا نجيب تكنة التمة نجيب تكنة الايه الناقصة نشوف بعد كده اللوحة اللي جاية اللي هي كده واخواتها وطبعا كده واخواتها انا هحاول اصبر على اللوحات شوية عشان تقدروا ايه تصوروها كده واخواتها افعال تفيد ايه افعال بتفيد نمرة واحد المقاربة نمرة اثنين الرجاء نمرة تلاتة الايه الشروع طيب الافعال دي لو هي مقاربة عندي تلات حاجات كده قربة او شكرة طيب الرجاء احنا نحاول نحفظهم كأننا نبدأ شرح الدرس من الاول افعال الرجاء عاس حرة اخلولاك طيب افعال الشروع هتبقى ايه افعال الشروع بسيطة هتبقى بدأ واخذ وعينك هنا على الفعل بدأ لان كل اللي جاي بمعنى بدأ بدأ واخذ وشرع وطفق وانشأ وهبه واجعل ولازم ان كل الافعال دي من اول اخذ لغاية جعله تكون بمعنى بدأ عشان تبقى فعل ايه شروع طيب لو عايزين نرجع للوحة دي تاني عشان لحد عايز يصورها دي كده افعال المقربة افعال الرجاء افعال الشروع في لوحة ايه مختصرة معانا طبعا بنتنا نورة من الجيزة سلام عليكم يا نورة وعليكم السلام ازايك عاملة ايه الحمد لله اموري في ايه لو سمحت فيش تقول عني في القصة اتفضلي بولي اسكر سر حب وعطف عن طرى لشداد رغم كرماته وكبرياء وبسيطة قوي في الفصل التاني بالزبط احنا قلنا ان صورة عن طرى كانت صورة شداد عند عن طرى صورة السيد والبطل والمعبود وكان كلما ضربه بالصوت كان كأنه يقول له ادربني فلن تستطيع ان تنزع من قلبي ايه حبك عارفة ليه كلام دوت عشان امه وصغير قالت له ايه قالت له ان ابوك عن طرى قالت له ان ابوك عن طرى اه ابوك شداد هو السر في ان اخبرته ايه امه وهو صغير انه ابن شداد عندما عايره الاطفال وقالوا له يا ابن ايه زبيبة وذهب اليها يبكي الموضوع بسيط على فكرة يا جماعة في القصة بالسهن تسيبوا نفسكوا كده وانتوا بتقروا الاحداث اقروا على فكرة الاحداث معظم ابنائنا ما بيقروش احداث القصة بيلاقوها طويلة فبيكسلوا لا اقرى الاحداث كلها ماشي يا نورة ماشي ممكن سؤال تاني تفضلي يا نور قولي علل جاءت كلمة العش معرفة وكلمة وقر نكرة كلمة العش معرفة وكلمة وقر نكرة ماشي هو احنا ممكن نقول العش هقولك ليه رغم ان لا سؤال سؤال مش موجود يعني عندنا في الكتب ولا حاجة ولكن هنا كلمة العش معرفة لانها ايه عايزة تقول هنا ان العش والبنت لها ليها خمسة بيت اب لا المقصود بالعش هنا بيت الايه الاب صح ولا لا تدل على ان ايه على انها تدل على بيت الاب فبيت الاب واحد اما وقر البنت ممكن تتجوز مرة وما توفقش تتجوز مرة تانية وما توفقش صح ولا لا يعني ممكن نقول وقر جاءت نكرة للعموم للايه للعموم اللي هو طبعا اي زوج هتتزوجه فيما ايه فيما بعد ورغم ذلك عايزة اقولك ده سؤال مش موضع امتحان موضع الامتحان هنا لماذا عبرت الامامة عن بيت الاب بالعش وبيت الزوج بالوقر هقوله اللي تدل على ان حياتها في بيت ابيها حياة مؤقتة تمام يا نورة تمام ما اشتبعينا الاخر الحلقة نرجع للوحاتنا قلنا دلوقتي كده واخواتها دي افعال تفيد واعرضنا مقربة رجاء شروع نشوف اللوحة اللي بعد كده في كده واخواتها وهي ان الافعال دي بقى بتعمل عمل كانوا ايه واخواتها ازاي يعني بترفع المفتدأ وتنسب الخبر الله طب ليه ما قلنا هاش انها من اخوات كانها هقولك عشان فيش روت الشرط الاول ان يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع تبدينا مثال اهو بدأ الطالب يزاكر استحالة تقدر تقول بدأ الطالب مذاكرا صعب لكن انا لو قلت كان كان الطالب يزاكر ما زال الطالب يزاكر وممكن اقول كان الطالب مذاكرا تمشي الجملة ما فيش مشكلة لكن هنا بدأ الطالب يزاكر وما تنفعش غير يزاكر اللي هو جملة ايه فعلية معك انا ممكن اقول كان الطالب مذاكرته جيدة يبقى انا جبته جملة اسمية كان الطالب في البيت جبته شبه جملة لكن هنا لازم الخبر يكون جملة فعلية فعلها مضارع عشان كده خدت كادة واخواتها لوحدها وقلت بتعمل عمل كانها واخواتها بشروط في شرط تاني اه ان كل افعال المقربة والرضاء والشروع لا يعمل منها الا الماضي يعني نعتبرها افعال جامدة الا فعلين كده واوشكة يعمل منهم الماضي والمضارع طب نشوف كده بيانة عملي وتجربة يوشك الورد وان يتفتح جملة شغلة وسليمة نحويا ولغويا ما فيهاش اي مشكلة صورنا اللوحة بتاعتنا عشان نخش على اللوحة التانية دي شروط عمل طيب معنا دينا سلام عليك يا دينا وعليكم السلام محافظة يا دينا محافظة جنا من محافظة اينا اهلا بك يا دينا طب اه في عندك سؤال اه ايوة معلش عندي سؤال هو تقولي لي في القصة اه ايوة معلش يا مستر هو اتفضل اه السؤال في القصة انا متردد من اجابتين هو اختر اه هي فهل انا الا فتاة في بيت ابيها تمام هذا التعبير يدل على واحد توليت عبلة امر نفسها ولا سلب عبلة ارادتها ولا مكانة عبلة في بيتها مكانة عبلة في بيتها ده بتقوله ما انا الا فتاة في بيت ابيها انت تب قولي لي بس اجابتك عشان خاطر انت من لغتك يبني ان انت شطرة لاني قلت اختر يعني معناها ان انت فهمة نحو صح ها اه انا استاذ انا سألت الاسداز انا وقلت له سلب عبلة ارادتها هو جلي مكانة فانا مقتنعة بان هي سلب يعني عايز اسألك سؤال هو اللي ملهاش رأيي في البيت يبقى دي مكانة مكانة اي يعني هو احنا اصلا اصلا في الشرع ان الفتاة يؤخذ برأيها فهو يبقى دي مكانة ولا سلب ارادة انا وقلت سلب انا من وجهة نظري اقايدك وهي سلب ارادتها لان دي كانت من ضمن او كانت من ضمن الايه من ضمن العادات السيئة التي كانت موجودة في الجاهلية وعندما جاء الاسلام غير كل ايه زيه هاي زيه ورفع من مكانة المرأة ايوة ايوة تمام صح صح ولا لا اصل هي فين المكانة هنا فين المكان هنا ازا كانت لا تستشار في من ايه سيتزوجها يبقى انت ايجابتك طبعا ايجابتك صحيحة قلت له كده فهو جل مكانة فانا تغربت يعني لا 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 خلاص انت ايجابتك صحيحة بغض النظر اي حد جاوب السؤال ده له كل الاحترام والتقدير لا نقلل من شأن احد ولكن هي وجهات نظر فانا اقايدك في ايه في اللي انت قلت مطفق معك يعني في حاجة تانية ما عليش يا استاذ هو فيه سؤال في القدر ما انا دورت عليه والله ملغي لا بتفضلي قولي عشان ممكن يكون ملغي خلي بالك مش عارس هو زي الحفاظات القديمة بصي انتو بتحلوا من كتب فيه اسئلة زي السؤال اللي جي من شوية على تكنولوجيا المعلومات فيه اجزاء كتيرة تتلغي لازم المدرس والطالب يعمل لنفسه تحديث يعني باللغاتكو كده الاجنبية بتقوله قبضية يعمل تحديث لنفسه كل مرة ويحدث الكتب بتاعته عشان يعرف ايه اللي تلغى و ايه اللي ما تلغش فضلي الحديث هو هو علل المعلقات ومثل منهج القصيدة الجاهلية لا ده سؤال بسيط انتي مش هتلاقيه عشان ده سؤال ايجابته من بين السطور هو منهج القصيدة الجاهلية اللي هو طبعا البدء بالغزل والبكاء على الأطلال الكلام ده هيظهر امتى مش عايز قصيدة طويلة ايوه صح يبه هنا لانها قصائد ايه طوال من الشعر الايه طوال من المعامل الكبراء الشعراء في العصر الجاهل تمام وقد التزم فيها الشعراء بمنهج القصيدة الجاهلية من حيث البدء بالغزل والبكاء على الايه اطلال والوصف وتقوم ايه للايه المنهج هو في شعر واحد اللي خلفهم بس مش عليك السنة دي كلام ده هتعرفيه في تانية سنوي هو الشعر الوحيد اللي خلف شعراء المعلقات اشان بدأ بالحكمة لا 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 اللي هو عمر بن كلسوم بدأ بوصف الخمر ده هتدرسيه في الصف الثاني الايه السنوي لكن انت لو قلت زي ما قلتلك كده اجابة صحيحة ولا غبار خدي بالك اسئلت الادب اكتبي فيها ما تسيبيش حاجة المدرس بيستشعر منك طرف خيط كده في الاجابة فعلى طول يديك الدرجة بإذن الله ماشي شكرا لكي تبعيني الاخر لايه الحلقة يا أستاذ من عليك ممكن تخرج لي بين السعار الملكمية والسعار السفرحي عشان انا بطلقب بينهم عليك هقولك على حاجة هقولك حاجة سريعة كده عشان خاطر انا شرحت الكلام ده في الحلقة اللي فادت بس انا يعز عليها تبتصلي وما اقولكيش دلوقتي انا لما بقول باجي بتكلم بقول مثلا ايه رأيته اسدا او اقول الجندي الجندي يزقر الجندي ايه يزقر هنا فين المشبه الجندي ادي له علامة صح طب وفين المشبه به مش جاهل يبقى صح غلط يبقى دي صح ايه السعار المكنية عشان العلاقة هنا صح غلط يعني ايه صح يعني المشبه موجود وغلط يعني المشبه به مش ايه مش موجود ما ايه أستاذ انا عارفهاها العلاقة داي بس لما اجي طبق عملي ما بعرفش غلط طب تعالي مش احنا لما بنقول يا مصر قد صهرت عليك اسود من الاسود دول الجنود صح يبقى فين الجنود هنا موجودين لا يبقى غلط صح تبقى على طول دي استعارة ايه تصرحية هقولك حاجة تانية الاستعارة المكنية عبارة عن كلمتين المشبه وصفة من صفات المشبه به الجندي ده المشبه ويزقر صفة من صفات المشبه به والاستعارة التصرحية هي عبارة عن المشبه به فقط المشبه به ايه فقط خلاص فيهمنا الحتة دي زي ما قلت قبل كده ما بقول سمعته كروانا يغني على المسرح هو فيه كروان الطائر هيجي يغني على المسرح ولا الكروان ده هو المطرب يبقى دي استعارة ايه تصريحية لاني صورت المطرب اللي مش موجود بالايه بالكروان شكرا ليكي وتابعيني لاخر الحلقة طيب نكمل مع بعضينا احنا نوصل للهوحاتنا تاني ونرجع لها معلش اتصالات كتيرة بس انا عازر ابنائنا لان هم طبعا في فترة امتحانات وبالتالي عندهم استفسارات كتيرة واحنا طبعا هنستوعبهم بساعة صدرنا ان شاء الله طيب عرفنا الشروط بتاعت العمل وصورناها نخش على لوحة جديدة بتقول ايه اللوحة دي بتقول حكم اكتران خبرها بقى لوحات سريعة بقى عشان نجري شوية في المنحك اول حاجة اه ان كادا وقربة هيبقى حكم اكترانها ايه يقل طب كادا الاولاد يصلوا يصلون او ان يصلوا طب هنا انا عملتي يعني ايه يقل يعني ينفع تيجي وينفع مجيش بس الافضل مجيش او شك وعسى يقصر يعني يفضل تيجي بس ممكن مجيش عسى الطلاب ان ينجحوا وممكن اقول ينجحون لاحظ انت اننا لما بحط ان الفعل بينصب بحسف النون لما بشيل ان بيرفع بسبوط الايه النون صورنا اللوحة دي تنخش على لوحة ايه جديدة بعنوان حكم اكتران خبرها بايه بان طيب حرق وخلولك ياجب اه اخد بالك من دي او كتير او بتيجي في الانتحان يقولك صوب الخطأ حرى الاولاد يلعبون او حرى الاولاد يزاكرون في اصلاح حرى الاولاد ان يزاكروا خلاص اهي ما اقدرش اننا اشيل ان واقول يزاكرون لان هتبقى اجابة خطأ وبالتالي زي ما فيه يجب فيه امتنع فافعل الشروع كلها بدأ المعلم يشرح لو قال بدأ المعلم ان يشرح تبقى اجابة ايه خاطئة صور لحتك وركز معنا في اللوحة اللي ايه اللي جاية اللوحة اللي جاية بقى عن اسماء عن المشتقات هنبدأ ان ناخد زي نصوغ المشتقات وبعدين ناخد شروط العمل مجملة وبعدين ناخد معمول كل مشتق ونبدأ ان ندي امثلة هنا المشتق الاول اللي هو اسم الفاعل السلاسي منه بيجي على وزن فاعل زي كاتب طائر اخذ داعني بقى انا بدور في الامتحان على كلمة على وزن فاعل زي ديت او ملقيتش بدور على كلمة من غير السلاسي اولها من مضمومة زي مقاتل مكسور ما قبل الاخر زي منتصر اسم الفاعل لانه ما بيطلب مني في الامتحان هتاسم فاعل عامل السؤال اللي شقين استخراج اسم الفاعل اصلا ده اللي وغدينه في تلتة عدادي وشروط العمل اللي وغدينها السنة دي بعد كده سيغل المبلغة ودي لها خمس اوزان هات سيغل مبلغة سواء عاملة او غير عاملة ادور على كلمة على وزن فعول فعيل فعال طب الكلمة اللي على وزن فعول هتبقى ايه هتبقى زي عطوف شكور صدوق طب اللي على وزن فعيل هتبقى ايه هتبقى زي رحيم سميع حفيز طب اللي على وزن فعال هتبقى عندي زي غفار تواب جذاب دي اللوحة الاولى في السياغ المبلغة في الاوزان حاجة بسيطة وسهلة فعول فعيل فعال طب اللوحة التانية وزنين تانيين اللي هم مفعال وفعل طب مفعال زي ايه زي معطاء مقدام مغوار طب فعل زي ايه زي حذر ويقز ونشط دي اوزان سياغ المبلغة الخامسة طيب بعد كده فضل مشتاقى اخير اللي هو اسم الايه المفعول واسم المفعول من السلسة على وزن مفعول زي معروف محفوظ مكتوب معلوم ولكن عليك ان تلاحظ ان اسم المفعول يصغ من الفعل المبني للمجهول يعني لو قال لي هت اسم هت الفعل بتاع معروف هقول له عرفة محفوظ هقول له حفظة وهكذا طب لو غير سلاسي هيبقى اول ومين مضمومة مفتوحة قبل الاخر زي مستطاع من استطيع ومقدر من قدرة ومستفاد من استفيدة ومثقف من ثقفة طيب نرجع للوحة دي معلش عشان اللي ما صورهاش ليه صوق اسم المفعول من السلاسي وغير السلاسي طب نشوف اللوحة الاخيرة في اسم المفعول ان اسم المفعول بقى لو من فعل سلاسي معتل وده بي لغبطنا في الامتحاد لو معتل اجوف اللي هو الاجوف الواوي زي قالة صامة ماشي هيبقى مقول مصوم طب لو كان زي هابة اللي هو زي باعة هتبقى مهيب ليه لان حرف العلة اصله ايه قال يقوله مقول هابة يهيبه مهيب طب وهنا لو كان ناقص الناقص الواوي زي دعا هقول دعا يدعو مدعوه بشتة تشديد وهذا يهدي مهدي برضو بتشديد الايه الياء يبقى انا كده رجعت على الشغل بتاع تالت عدادي اللي هو ازاي اجيب من الحاجات دي اطلع من القطع اسم فاعل اطلع اسم مفعول اطلع سيغة مبالغة تبقى انا عندي في القطع اكتر من اسم فاعل عندي اكتر من اسم مفعول عندي اكتر من سيغة مبالغة مين العامل ومين الشعامل هنشوفه في اللوحة اللي ايه اللي جاية اللي هي شروط اعمال المشتقات اللي هي شروط اعمال الايه المشتقات طيب هنا اول حاجة في شروط اعمال المشتقات انه يكون معرف في القل اي مشتق اسم فاعل سيغة مبالغة اسم مفعول لازم يكون معرف فيه يا شباب معرف في القل وده هيعمل مطلقا تبدي دينا مثال القائل الصدق محبوب كلمة القائل اسم فاعل صح وفي الف ولام صح وورا معمول تحس ان هم كده كأنهم سنائي القائل الصدك ماشي ترجمها كده والذي يقول الصدك مين اللي بيقول هو هيقول ايه الصدك يبقى كلمة الصدك هنا المعمول الظاهر هنا هيعرب مفعول ايه به طب ايه شروط العمل ان القائل معرفة بقل طب هنا مجرد من قل مش هيعمل لا هيعمل بس ليه شروط تانية يعمل بشرطين يدل على الحال او الاستقبال ده الشرط الاساسي لازم يتوفر فيه مع شرط تاني ان هو يعتمد على نفي او استفهام او مبتدأ او موصوف وخد طبعا الاتنين ازيادة دولت او يعرب منادة وفي الغالب بيبقى منادة شبيه بالمضاف او ان هو يكون كمان حال يكون ايه حال طيب بعد لوحة الشروط هنخش على معمول اسم الفعل يتعارب ايه معمول اسم المفعول يتعارب ايه معمول اسم الفعل هيتعارب ايه بقى ومعمول صغط المبالغة ايه ومعمول اسم المفعول ايه بصوا اسم الفاعل لو من فعل لازم هيرفع فاعل فقط طب لو من فعل متعدل المفعول هيرفع فاعل وينسب مفعول ايه به طب لو من فعل متعدل المفعولين يرفع فاعل وينسب مفعولين وكذلك صغط المبالغة نفس القصة لكن اسم المفعول شغل تاني اسم المفعول معموله دائما وابدا يعرب نائب فاعل الا في حالة واحدة لو كان اسم المفعول من فعل متعدل المفعولين زي منحة وزي مثلاً كسة وألبسة وأعطى في الحالة دي بيرفع نائب فاعل وينصب مفعول به وفي الحالة دي المفعول به التاني اللي بقى مفعول به ما بقولش عليه تاني عشان أبناء أنا بيسألوا على السؤال ده إيه كتير دي طبعاً لوحة معمولة المشتقات هيتعري بيه عشان ما تتلغبطش طب ندي أمثلة بقى تزيل اللفس ده كله هنا بيقول لي في الأمثلة للتوضيح بتاعة التلات حاجات ديت بيقول اسم الفاعل مع اسم الفاعل ندي مثال بيقول العلم مانح طالبه قوة خد بقى لك أنا قلت العلم مانح لازم تكون منوان عشان تبقوا فاهمين لأن لو مش منوانة يبقى بعدها مضاف إليه ويبقى اسم الفاعل مش عامل يعني حاناً كتير يجي في الامتحانات ويقول لك إيه العلم مانح ويحط ضمتين طالبه قوة أو يقول العلم مانح طالبه في الحالة دي يقول لك يعرف في الإعراب هيختلف لو كانت منوانة يبقى اسم فاعل ممكن يبقى عامل لو توفرت في الشروط أبص كده مانح هنا مفيش دل على الحلقة والاستقبال آه مهو مفيش كلمة بتدل على الماضي كلمة تدل على الماضي مش فعل ماضي لأ كلمة أمس كلمة السنة الماضية ماشي البارحة وغير ذلك طيب مفيش نافي ولا استفهام يبقى عاربها مانح هنا خبر يبقى خلاص معتمد على مبتدأ دل على الحلقة والاستقبال يبقى عامل مين اللي هيمنح العلم يبقى ضمير المستدر التقديره هو هيمنح مين هيمنح الطالب اللي بيطلبه قوة يبقى طالبه هنا يبقى مفعول به أول وقوة هتبقى مفعول به سان صيغة المبالغة ما كتوم أخوك السر صيغة المبالغة كتوم دل على الحلقة والاستقبال معتمد على نافية من اللي كتوم أخوك يبقى أخوك على الفور هنا معمول صيغة المبالغة وهيبقى فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخامسة اسم المفعول هل ممنوح الفائز وجائزة هنا اسم المفعول ممنوح اعتمد على استفهام دل على الحال أو الاستقبال هنا من الممنوح الفائز يبقى المعمول هنا نائف فاعل ولكن لحظة من فضلك في معمول تاني اللي هو جائزة لأن الفاعل منح بينصب مفعولين هتبقى جائزة مفعول به طب كل الأمثلة اللي أنا شايفها دي لو حطيت فيها كلمة أمس يبقى بس كل حاجة العلم منح طالبه قوة أمس يبقى في الحالة دي هتبقى غير عامل وهيبقى الكلمة اللي وراها هتبقى ايه تتعرف ايه مضاف ايه إلي نشوف كده بعد الأمثلة للتوضيح وبعد ما شرحنا كل المنهج تدريب كده نحو سريع ربنا يسهل وقتنا يسعفنا ان احنا عشان نطبع على الكلام ده كله الطلاب اللبق اسلوبهم ينظر اليهم الجميع مقدرين مكانتهم أينما كانوا ويصبح كل منهم معروفا اسمه طبعا دول طلاب سر التفوق بلا جدال ان شاء الله مشهورين عندنا بيتصلوا بينا بنقول أساميهم على الهوى طب هنا أول حاجة بيقول لي استخرج فعلا ناقصا وبين اسمه خلاص انت قلتني يا أستاذ الأفعال ناقصها هي كانة وإيه وأخوتها ماشي أدور كده ألاقي في السطر التاني كلمة أينما كانوا من اللي كانوا هم اللي هو وجماعة كانوا إيه ما قالش حاجة يبقى دي على طول ما لهاش خبر يبقى دي مش بتاعتنا ويصبح مين اللي يصبح يصبح كلهم منهم كلهم منهم آه هي كل كل هنا ومنهم دي شبه جملة طبعا جروا مجرور متعلق بكل دي طب أنا ليه قلت كده عشان ساعات الكل واللي بعدها بعتبرهم كأنهم كلمة واحدة يبقى يصبح مين اللي يصبح كل طب كل منهم ما تمش المعنى ماله معروفا يبقى خبر يصبح هنا كلمة معروفا يبقى على الفور يصبح هنا الفعل النقص طالما ليه خبر وهيبقى اسمه ايه كل سؤال تاني على نفس القطعة استخرج فعلا تاما وبين فعل احنا قلناه احنا بنقول اينما كانوا خلاص يبقى الفعل التام هنا كان طيب فين هنا الفعل بتاعه اللي هو هو الجماعة هتبه هي الفعل بقى فعلا تاما على طول يبقى بيرفع فعل فبيقولك وبين ايه فعله بعد كده بيقول لي نفس القطعة استخرج اسم فعل وعارب معموله خلاص بدور على كلمة على وزن فعل او مين مضموة مكسور ما قبل الاخر مش هلاقي كلمة فعل ولكن هلاقي في السطر التاني كلمة مقدرين مقدر هتقول لي ما هم مجموعة عادي ما اسم الفعل سيخت المبالغة اسم فغول تجمع وتسنى وتذكر وتؤنس عادي ماشي شيل هنا اليقوى انهم هتبقى ايه مقدر خد بالك دي مقدر وليست مقدر يعني هو اللي هيقدر مقدرين يبقى اسم الفعل هنا ايه مقدرين مكانتهم يبقى مقدر اسم الفعل اسم الفعل عايز اعرف هو عامل ايه شروط عمله هقولك ببساطة هنا في حاجة بتدل على الماضي مفيش يبقى دل على الحلقة والاستقبال طب مقدرين مفيش قبلها لنافي ولا استفهام اعربها على الفعل هعرب كلمة مقدرين هلاقيها حال منصوبة بالياء واذا كانت حال يبقى زيها زي الصفة كأنها ايه معتمدة على موصوف يبقى عاملة من اللي مقدرين هم هيقدروا ايه مكانتهم يبقى المعمول هنا كلمة مكانتهم ده المعمول الظاهر اللي هو هيبقى مفعول ايه به دي كان او ده كانت السؤال بتاع اسم الفعل بعد كده عندي سؤال بيقول استخرج ايه صيغة مبالغة وبين معمولها هنا اللبك خلاص احنا جبناها على طول اللبك ده ايه صيغة المبالغة على وزن فعل وهنا معمولها يبقى اسلوبهم اللبك اسلوبهم من اللبك الاسلوب يبقى الاسلوب هتعرى بايه فاعل واللبك هنا عاملة لانها معرفة بايه بقل بعد كده هيقول لي عايز اسم المفعول واعرب معموله برافع عليك اسم المفعول لازم يكون اول ومين تمام طب ينفع كلمة ايه هلاقي معروف اه على وزن المفعول يبقى ده سلاسي يبقى ده عامل ما فيش قبليه لنافع ولا استفهام هو دلع الحلقة والاستقبال اعربه معروفا احنا قلناها خبر اصبحها اذا المعتمد على مفتدأ يبقى عامل وهيبقى معموله اسمه وهتبقى نائب ايه فاعل بعد كده اخش على سؤال تاني بيقول اعرب ما تحته خط الطلاب اللبك اسلوبهم ينظر ده فعل مضارع مرفوع بتضم أنا طبعا نقول لأسئلة دي سريعة عشان ادخل للأسئلة اللي بعد كده ينظر إليهم الجميع مقدرين طبعا الجميع دي سهل فاعل مرفوع بتضم ومقدرين ما بتبقاش كده بس بيجي تحت القطع اسئلة تانية يقول لك حول مثلا اسم الفاعل لاسم المفعول واعرب ما بعدها وغير ما يلزم سؤال جميل قوي بيقول ليه هل مانحة المدرسة المتفوقين جوائز طب نشوف المثال ده كده مع منصور سلام عليكم يا منصور عليكم السلام اصيوت ورجال اصيوت شكرا يا استاذ طيب عادي ده ثلثات وكسة طب بقولك ايه كل عمال يتصل ويسألني طب مانا اسألك وبعدين انت اسألني ايه رأيك مانحة سيف معايا الشاشة ها هل مانحة المدرسة المتفوقين جوائز فين اسم الفاعل هنا منصور مانحة مانحة صح لو حبيتك حولوا الاسم المفعول هقول ايه ممنور برافا عليك طيب اسم المفعول انت عارف بيشتق من الفعل المبني للمجهول صح كده صح تمام يبقى هشيل الفاعل بتاع الجملة ما همين اللي هيمنح هل ممنوح 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 اسأل سؤالك بقى سيد أنا عايزك عايزك توضح سؤالك أنا تقريبا سمعتك بتقول قرر عن طرى بعد سماعه بخدة عبلة أنت عايزنا أقولك قرر يعمل إيه؟ أن يعود للقبيلة أن يصل عمارة أن يزلس عزلته أو أن يتناجر على قلب طب أنت رأيك إيه؟ هو القرار خده في آخر الفصل الخامس هو الأول قال لي شايبوب إيه؟ قال له سأحارب شداد إذا بخل علي بإسمي وسأحارب ملك ابن قراد إذا إيه؟ إذا نزع مني حبي وسأحارب عمارة إذا أخذ مني عبلة وهيا بنا يا شايبوب إيه؟ نذهب إلى النادي ولا نعود إلى القبيلة؟ نعود إلى القبيلة يبقى كرر إيه؟ هنيعود إلى القبيلة إلى العود إلى القبيلة تمام كده؟ شكرا لك يا حبيب نكمل مع بعض وشوفنا المثال الجميل دوت اللي جاوبه معنا ابننا مصطفى من إيه؟ من أسيط هل ممنوح المتفوقون إيه؟ جوائز؟ نشوف بقى المثال اللي بعده ضع حرى بدلا من إنا وغير ما يلزم إن أبناءنا متفاعلون مع سر التفوق وأظنني ده بقى كلام مش خيال علمي أديكوا شايفين الاتصالات كلها جاية مع أبناءنا بيتفاعلوا وبيسألوا أسئلة وده بيدل على ثقاتهم بإيه؟ بقناة مصر التعليمية وإحنا بنسعد بيهم وباتصالاتهم دائما إن أبناءنا متفاعلون مع سر التفوق هو عايزك تشيل إنه وتحط حرى أولا لازم أراعي إنه لما حط حرى إنه حرى دي من أخوات إيه؟ كادة بترفع المبتدأ وتنسب الخبر خبرها لازم يبقى جملة فعلية فعلها مضارع وحرى فعلها لازم يكون واجب الإكترام بقى كل ده بفكر فيه آه كل ده بتفكر فيه يا سيبة ده سؤال عليه درجات؟ الدرجات دي ما ياخدهاش غير الطالب اللي بيئيه؟ اللي بيزاكر واللي بيفهم كويس يبقى أنا هقوم قيل إيه على طول؟ حرى هاجي بقى هنا فيه حتة بقى مهمة أبناءنا كانت منصوبة عشان اسمي أنا فالهمزة كانت على السطر هنا بقت على الواو ليه؟ لأن هنا بقت مرفوعة يبقى حرى أبناءنا أن يتفاعلوا مع سر التفوق وتلاحظ إن أنا هتطلق الحاجات اللي باللون الأحمر هي دي اللي المصحح عايزك تغيرها واللي هيديك على السؤال ده هيبقى عليه درقتين مثلا هيديك درجة على الأولانية ودرجة على الأيه؟ على التانية يعني لو قلت أبناءنا عمزة على السطر مش هتاخد درجة لأن انت كده ما رفعتهاش ما حطتش علامة الأيه؟ الإعراض نشوف سؤال تاني بصيغة جديدة ضع فعل شروع بدلا من خلولقة وغير ما إيه؟ ما يلزم خلولقة الأولاد أن يتفوقوا خلولقة إيه؟ الأولاد أن يتفوقوا هنا لما يقول لي عايز فعل شروع ألاحظ إن إحنا عندنا معلومة مهمة أو قلناها إيه المعلومة اللي إحنا قلناها؟ قلنا إن فعل الشروع لابد أن يمتنع اكتران خبره بإيه؟ بأن يبقى على الفور هقول إيه؟ بدأ الأولاد إيه؟ يتفوقون طيب نجري كده في أسئلة سريعة عشان خلاص حلقتنا وقتها انتهى يعني الحمد لله إن إحنا أنجزنا كل الكلام ده عبر عن المعنى التالي بجملة تبدأ بفعل مقاربة وغير ما يلزم اقتراب المصريين من تعزيز انتمائهم لوطنين خد بالك السر هنا في الهمزة برضو اقترابي بقى أقول له كادة أو أوشكة أو كاربة طيب لو قلت أوشكة المصريين هتبقى المصريون لازم خبرها جملة فعلية أن يعززوا لأن أوشكة بيقصر انتمائهم لوطنين ملاحظوا إن الهمزة هنا اللي كانت على نبرة عشان كانت مضاف إليه مجرور بقت على السطر عشان بقت مفعول به منصوب بالفتحة مثال جميل نديله صورة قبل ما نختم بالمثال اللي جاي دو من فكت خيوط السوب عايزين يعرف ده فعل تام ولا فعل ناقص هلاقي من فكت هنا فعل تام لأن ما جبتش خبر وخيوط هنا فاعل ومن فكت خيوط السوب متينة هلاقي من فكت هنا فعل ناقص وخيوط هتبقى اسمي انفكت وهنا الحلقة بتاعتنا خلاص ستنفك وسنرحل فقبل أن أرحل أشكركم أبناء الأعزاء على حسن استماعكم وأشكر زملائي العاملين بقناة مصر التعليمية على جهدهم الوفير وأدعو الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوء ومن كل داء وأن يكون النجاح حليفكم دوما أيها الأبناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته